تحديث جديد في تطبيق الواتساب تحديث الجديد ده تحديث جميل جدا ومفيد جدا في تطبيق الواتساب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واربكم بخير وسعادة دايما أهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب دي قناة مهتمية بعلم وأسرار اليوتيوب والربح من الإنترنت وشرحات برامج ومنتاج وشرحات لكل ما يخص السوشيال ميديا أعلن مارك المدير التنفيذي لشركة ميتا عن تحديث جديد هنوضحه في الفيديو ده أنا دلوقتي بتصل لهو بصديقي المفترض ان يرد عليا وصورته تبدأ انها تتعرض لها بكلمه فيديو فهنا تحت اهوت بعد ما يفتح عليا بتلاقي هنا في زر هو تحت ظهر جديد اللي هو موضوع مشاركة شاشة قادر ان انا وانا بكلمه فيديو كده ان انا اعرض الشاشة بتاعتي عنده هو نفس الكلام يقدر يعرض شاشته عندي هو تحت يا جماعة ده التحديث الجديد اللي احنا بنتكلم عنه في تطبيق الواتساب طبعا احنا عندنا مشكلة شوية في موضوع الاتصال واتس فيديو او صوت تعمل كده بيفصل المكالمة بتفصل وحاجات زي كده لكن لو انت بتتكلم عن واي فاي ممكن يزوط معك تعمل كده فالموضوع ان انت تعمل مشاركة مشاركة للشاشة تعمل سكرين شيرنج اه وانت بتتكلم اي حد تعمل بدون تطبيقات ولا اي شيء ده هو من داخل تطبيق الواتساب نفسه ان انت تعمل مشاركة شاشة وانت بتتحدث مع فرض او مع شخص او مجموعة اشخاص عبر تطبيق الواتساب اه جربوا الموضوع ده كده ويعرفونا اه رأيكم في تعليقات هذا الفيديو طبعا ضحاك ويسا ان الناس ممكن مثلا بيكلم مع حد بيبقى عايز ان هو يحل له مشكلة بيعرض له الشاشة اه من خلال التطبيق الواتساب عادي خالص او اه معاه اكثر من شخص فعايز ان هو كانه عامل ميتنج بدل من ان هو يستخدم مثلا تطبيق اه او كده زي مثلا اللي هو زوم اه برنامج زوم ان هو كانه بيعمل ميتنج او حاجة تمام فتقدر انت تعمل الكلام ده دلوقتي من خلال تطبيق الواتساب جربوا ويقول لنا رأيك تحياتي لكم عندنا فيديوات كتيرة موجودة في الفيديو في التعليق المثبت في امان الله مع السلامة اشتركوا في القناة